طيب بعد ما كابتن طه سابي الفرقة في ستة اخر ستة وتمانين بالزبط اخر مباراة دوري ده نكسبناه كان سبعة وتمانين المسم هو كمسم ستة وتمانين سبعة وتمانين انا كان اخر ورعبتها كان في افريقيا بتاع ابولوهي الكيني ايوا كسبنا ستة صفر بالزبط وكان اخر مباراة ليه في الدوري العام كان مع المحلة المحلة في الديئة اربعة وتسعين او خمسة وتسعين تمام جول اللي انا كنت سجلته تمام انا بعدها قررت الاعتزال اي انت بعد كده كملت ولا قلت بقى لازم ااخد قرار ان انا امشي او اعتازل او ايه اللي انت فكرت فيه بعد كده بصة كابتن مصطفى انا بعد انتهاء المسم بتاع الشيخ طه خدنا راحة بين المسمين حوالي اسبوعين مضبوط كده وبعد كده بيتعامل اجتماع بقى اللي هو في بداية المسم كان الجهاز اتغير وجيه طبعا الكابتن صلاح حسني مدير كورا والكابتن انور سلامة وكان فيه مدرب بس لسه مصلش القاهرة اسمه باتلر كان جاي مدرب انجليزي فالمهم انا فجيت الاجتماع كان يوم سبت ففجيت عدت مع كابتن صلاح حسن اه فجيت قبلها بيوم بيبعتولي قالولي الكابتن صلاح عايز يعد معك تلتو لهو بقى مع بايسة ها؟ لا ده كان لسه بايسة كان لسه بايسة كان باطلر مدرب اسم باطلر جاي بس جاي ما كانش لسه جاي يعني كان جاي اه اه فقلت لهم ده الاجتماع بكري يعني تم تخلوني البكري شمعنا النهاردة اه فقال لي لأ هو عايزك يعني بيأهلوك يعني اه فدخلت الحقيقة صدمة عمري بقى تخدتها من كابتن صلاح هو يعني حبيب الغد طبعا كل ما بنتقابل دلوقتي يعني وبنتكلم وقال له فاكر ولي هعمل ايه المهم بس الطريقة كانت صعبة ايه بقى الطريقة ايه اللي حصل انا دخلت قلت ايه بقى طبعا انا كلمت بقى زميلنا في الفرقة يعني المقربين فقالولي يعني هما يقولك شد حيلك السنة دي انت السنة دي ان شاء الله هنعتمد عليك اكتر اي حاجة يعني اه كنتش بتخيل يعني فالقيته ايه كابتن صلاح في حاجة معينة يعني فقال لي بص يا محمد اللجنة الفنية اجتمعت و مين كانت اللجنة الفنية بقى ساعدك ما هقولك اه وقررنه مش عزينك قلت له مش عزيني مش عزينك على طول كده قلت له مين اللجنة الفنية قال لي كابتن صالح والكابتن طارق والكابتن حسن حمدي والكابتن احمد ماهر والكابتن انور سلاق عديلي مثلا بتاع سابعة قلت له ان هرسوا كل دول قعدين عشاني ولي ايه اه فقلت له طيب انا من حقيقة اعرف الاسباب قال لي لا ما سأنيش على الاسباب قلت له لا من حقيقة اعرف الاسباب قال لي لا هي دي قرر اللجنة اه قلت له طيب هل الشيخ طهب مقدم تقرير فيها وحش قال لي لا جل ده ارفي زهنك انت اه مثلا قال لي لا قلت له طيب انت مش عارف المهمة بعدها قال قلت له طيب المطلوب مني ايه يعني انت جايبني عشان ايه يعني ما همشي خلاص حمشي يعني طول عمرك عندك مش هيك يعني انت فهم ازاي فايه المطلوب قال لي انت عارفين ان انت ابن النادي وراجل متربي في النادي ومش هتروح اي حتة تانية فقدم لنا طلب اعتزال قدم لنا طلب اعتزال اعجابها منك انت اه قلت له كابتن صلاح انت عارف انا عندي كم سنة لا قدامك ده عنده كم سنة ده انا هتم 25 في اكتوبر اللي جاي واحنا كنا في يوليا تقريبا اه اه قال لي بقى قلت له يعني ولا عندي اصابة ولا عندي رجبتي كذا ولا معرفش ايه فيش اصابات وعندي 5 سنة ابطل ازاي قال لي هو ده العرض اللي انا بقوله لك مين اللعيبة اللي كانت طلعة في الوقت ده بعديك هاني رمزي اه كان الكابتن انور بقى ايه مسك الفرقة مع الخواجل الاجنبي ايه ايه وعاز يطلع هاني من اله كان هاني ومين هو هاني وقتها اللي كان يعني بارس شوية اللي كان في الصورة اللي كان في الصورة اه فقلت له طب يا كابت الصلاح العقل بيقول مع احترامي الكامل للاجنة الفنية اصلا دايما انا نناقش يا عبد مصطفى ما بسيبش اي حاجة حد كده عارفك عارفك اه فقلت له الراجل الخواجل اللي جاي ده هو اللي يحكم سيبوني في فترة الاداد هو اللي يحكم قالك وحش امشي نعم انما ما احترامي الكامل للاجنة الفنية يعني على عيني وعلى راسي بس ده مش منطقي يعني وانت لسه بتقول ان انا ابن النادي طب انت بتعمل مع ابن النادي كده بتقول اللي الكلام ده يعني قال لي بص هو ده اللي انا عندي وآه صورة بين الهالك يعني اه صورة بين الهالي وبعدين انت لك صندوق اللي عابين وبتاع وانت عارف ده مرتبط بالاعتزال مش مرتبط ان انت تروح اتة تانية وكده قلت له طيب افادكم الله ورحت طبعا ماشي وانت ماشي كده مروح لا لا ده كان حاجة روحت البيت بقى طبعا ايه اللي ضار في زينك طبعا انا هروح اتة تانية وألعب او هسافر في اي حتة او كنا انما بيش هبطل ايه اللي ضار في زينك بص كابت المصطفى انا انا عايز اقولك اسود يعني هما موقفين في حياتي او دلوقتي بقى ثلاثة يعني وفاة والدي ووالدتي والموقف ده الله يرحمه ومع سنيني يعني الموقف ده انت انت واحد بيقسمك نصين فجأة انت عندك طموح اه جايبك عشان يقولك شد حلك بقى انت هتبقى كاذب كانش عندك اصابات ما عندكش اي حاجة خالص اكتر نسبة مشاركة اه في الفرقة السنة اللي قبلها بعشقتها دوري وكاس وكاس افريقيا مادة الحياة كل ده نلعبه فانت تيجي مرة واحدة تقولي الكلام ده ايه المناسبة يعني ايه المناسبة فالمهم طبعا انا الدنيا سودت وقلت مش عارف افكره وبعدين ابتدى بقى الصحفيين يتكلموا عشان طبعا انت راح زمالك انت راح كذا بعدت وروحت عدت في قوتيل في الهارم كده اه انت عارفه والحقيقة برضه منساش الكابتن الخطيب يعني الموقف ده اه اتفاجئت انه كانش فيه مبيلات وقتها اتفاجئت انه بيكلم القوتيل اعرف ان انا هناك يعني انا هروحت عدت شهر هناك في القوتيل ده يعني عشان ما حدش اعرف عشان ما اوجع الدماغي خلص بقى والناس بتصطد بقى في حاجات وهتروح كذا كان هو وليس ادارة ولا كانش كان لسه العيب كان لسه العيب اه اه طيب يعني هبا موت وخراب ديار ولقيت وجايب لي اخر مرتب ليه في النادي اه اه وقال لي طبعا انا مش عايزك تتأثر وانت العيب كويس وانت راجل يعني مؤدب وطبعا احنا كلنا كزمايلك مش عارفين الموضوع ده يعني اتعمل ليه بس دي قرارات ما نقدرش ان احنا دي حية يعني نعملها وده مجلس ادارة ولجنة فنية وكلهم كبات كبار وانت بس الاهم ان انت متفقدش الثقة وفكر كويس ولما تاخد الخطوة الجاية اخدها كويس وكده وربنا وفقاكم استعجلش اه يعني فدي من المواقف الحية برضو اللي منسهلوش يعني معايا انت خدت القرار انك تلعب كورة تاني ولا خدت قرار ان انت خلاص هتبطل اه لا انا قلت هلعب تاني بس هلعب فين دي بقى يعني صعبة مفيش حد بقى يعني الصحافة كلها عرفت انك خلاص لازم تعتذر وحاجات زي كده اه مفيش اهلي مفيش زمالي اه اقول لك كابت المصطفى الحقيقة انت برضو كنت من الناس اللي وقفت جنبي بعد الموضوع بتاعي ده وانت اللي وفرت لك الناس كتيرة متعرفش او فيه ناس متعرفش الموضوع ده ان انت اللي جبتلي الريان القطري الريان فاكر عن طريق محمد سويدي ومنصور مفتاح وكده اه وسافرت معهم عالطيارة من هنا وانت كان لك علاقات كبيرة بهم كان لهم هنا عاملين معسكر هنا في مصر ايوه وانت عشان في صداقة فاروحت لهم اه عشان روحت لهم وكده لا لا مع محمد اصل حبيبي والسويدي ومنصور قلت لهم خدوا ده لعيب كويس وكذا كذا وبتاعه وفعلا روحت لعبت في الريان قطعول التذاكر وطلقت معاهم وروحت لعبت في الريان القطر اعطت قديم في الريان ايه هو ثلاثة اربع شهور لانت عرف الدور هناك هما كلهم خمس فرق والاستفرق وقتها خمس فرق اه هم من الوع Queens